نتكلم على تبسيط المفاهيم اللي احنا طبعا سمعناها النهاردة منها طبعا الاتصالات الراديوية على سبيل المثال نتكلم كمان على تكنولوجيا الجيل الخامس احنا سمعنا عن حروب جيل رابع فالنهاردة هنتكلم بقى على تكنولوجيا من جيل خامس عايز عرف بس كده من سيادتك تبسيط لهذه الأمور عشان الناس اللي بتتبعنا النهاردة أولا عايز أقول المبروك لمصر واحتضافة هذا الحدث التاريخي خلينا دي لمحة صغيرة جدا على المؤتمر احنا الاتحاد الدولي الاتصالات بالشعبة بتاعته والخاصة بالراديو تيلي كومنيكيشنز بتنظم المؤتمر ده كل 3 ل 4 سنوات الأجندة بتاعت المؤتمر بتاعت النهاردة اللي هي لمدة شهر تقريبا أو لمدارة على مدارة 3 أسابيع طبعا دي أكبر مؤتمر بيحصل كمدة زمنية يعني الفعليات لمدة 3 أسابيع 4 أسابيع 4 أسابيع 22 نوفمبر بالزر طبعا ده حيث كبير جدا من الفترة الزمنية كلها مستضافة في مدينة السلام شرم الشيخي وده أول مرة يطلع بره جينيف حيث ومقر الاتحاد الدولي الاتصالات فدي طبعا علامة مضيئة أو نقطة مضيئة جدا نبص عليه طيب إحنا النهاردة بنتكلم على المفاهيم بتاعت يعني إيه الجيل الخامس والجيل الرابع وغيرها كنا نعارفين دلوقتي الاتصالات اللاسلكية ممكن استابعنا أو شفنا مع بعض الفيديو اللي اتعرض من الاتحاد دولي الاتصالات بيحكي على تطور صناعات الاتصالات من سنة 1800 لحد يومنا هذا كلها بتعتمد على الموجات الموجات التراصل سواء كانت موجات كهارو مغناطسية أو غيرها من الموجات الموجات الراديو وغيرها ده اللي بنتكلم عليه في المؤتمر أن فيه مجموعة من القوانين والمعاهدات الدولية اللي بتخص تنظيم وتوزيع هذه الموجات على مستوى العالم ظهر بعد كده الجيل للتصناعات أو التكنولوجيا موبايل كومنيكيشن أو الاتصالات المحمولة ابتدت بقى بالأجيال المختلفة بتاعتها كل جيل بياخد حوالي تقريبا عشر سنوات احنا بقى في الجيل الخامس اللي هو ابتدت التجار والدولية كلها تتصارع في تطبيقها من سنة 2018 يمكن احنا كنا شفنا التطبيقات الجيل الخامس ده في الأفلام الخيال العلمي جيمس بوندو كده لما في الساعة بيروح متكلم العربية جيله والحاجات اللي زي كده دي كلها تطبيقات بتاعة الجيل الخامس للاتصالات فمش بس ان احنا هنتكلم في التليفون احنا هنتكلم في التليفونات المحمولة من منتصف التسانيات تقريبا تمام انما التطبيقات اللي بعد ذلك واستخدامتها في المجالات المختلفة هو ده محور التقدم في الفترة اللي جاية يعني بنتكلم على رؤية مستقبلية واستشراف لواقع تكنولوجيا المعلومات من خلال هذا المؤتمر اللي بيستمر لقرابة الشهر بالزبط كده طيب ده ممتزن ترجمة نانسي قنقر